اخواني واخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب احييكم اينما تكونوا واينما تحلوا اليوم ردنا نطلع بعيدا عن المكتب والستوديو وكل هذا الاماكن التخنوق وتعرفون حضراتكم القفلة اللي قفلوا اخواني اياها هنا في بريطانيا وانتشار الوضاء بطريقة فعلا مخيفة المهم اليوم ردنا نتكلم عن الابواق اللي التوضح والطبل لبريطانيا العظمى وبريطانيا ام التكنولوجيا وبريطانيا حامية القانون وحامية الدستور اللي معدهم طبعا وممعدهم دستور مكتوب المهم اكو سكاندل يعني فضيحة كبيرة صار لها يوميا الاعلام البريطاني ديت داولها بشكل مخيف ووزيرة اه الهوم اوفيس يعني اشي سموا عدنا وزيرة الداخلية او كذا باعتم على رأسها لان بقدرة قادر يعني مو بيروس او مثلا اه اختراق او كذا لا بفعل فاعل تم اختفاء اربعمية الف ملف اجرامي من قبل اشخاص داخل ما يسمى الهوم اوفيس او وزارة الداخلية او كذا اربعمية الف هذا الرقم المخيف اربعمية الف فايل لمجرمين واختفاء حوالي مية وتلاثين الف تحليل دي ان اي واختفاء اقدر من مية وتلاثين الف طبعة اصابع وبصمة عين هذه العملية ما كانت عملية اختراق او هكارية او كذا باعتراف وزارة الداخلية او الهوم اوفيس هنانا تم مسح هذه الملفات يدويا يعني اكو شخص موجود في هذا المكان تم بضغط الزر من عنده مسح كل هذه الملفات يعني دخل على ملف ملف يعني مو كلها محطوطة ملف واحد دخل على ملف ملف وبلش يمسح الناس اللي مطلوبين للقضاء واللي مطلوبين للتحري وامر القبض وعليهم وصل العدد اربعمية الف ملف ملف اجرامي تم مسحهم من قبل شخص داخل هذه المنظومة الامنية وتعرفون الهوم اوفيس هنانا يعني اللي ما يعرف هو المشرف على المخابرات الداخلية والمخابرات الخارجية والشرطة العامة والسي اي دي يعني شون احنا نقول مكافحة الاجرام وكل هذه الاجهزة الامنية تحت مظلة الهوم اوفيس والوزيرة المشرفة علي اللي قلنا عنها سابقا بانه انصرية ومتطرفة وتكره اي شي اسمه اجنبي مع العلم هي اصول هندية ومو بريطانية اصلية المهم ملخص الحشي ريد نقول لذول اللي حاسبين نفسهم بريطانيين او مواخذين الجنسية البريطانية وصارين بريطانيين اكثر من البريطانيين انفسهم والادهة من هذا صارين علامة بالقوانين ويعرفون القوانين البريطانية وا 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 مثل واحد من ذول الغجر اللي نعرفهم موجودين في بريطانيا احنا كنا نس نعرف بانه رعنا ويسبون السستاني ويسبون معرف شنو وا 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 لمجرد يردون تصبيط لطيفي احياء وهذا الامر ما يهمني طبعا وانا شبعت من هذا الكلام طلعا ويقولون بانه ما اكوه شي شي وما حد يقدر يدخل فلس او باوند واحد الى الاراضي البريطانية اذا ما تكون احقيقات اذا ما تكون اا موسطة بوثائق نقول لهذول الجهلة اللي يدعون بانه ماكو تبيض اموال او من هذه الامور اللي موجودة ومتواجدة من الله خلق بريطانيا لان بريطانيا هي عايشة يعني اذا ترجعون للتاريخ والحاضر مال بريطانيا عايشة على ضم الشعوب يعني احتلالها لحوالي سبعمائة او ثمانمائة سنة لايرلندا جمهورية ايرلندا اللي كنت انا عايش بيها وخرج ايرلندا واشت بيها تقريبا ثمنطعة سنة هذولت عانوا سبعمائة اثمانمائة سنة من الاحتلال البريطاني اما اسيا وشرق اسيا والشرق الاوسط فحدث ولا حرج فاللي دا يدعون ويقولون بانه بريطانيا ما يدخل لها اموال ولا تبيض اموال واذا الشيل كاشو راح يعتقلوك هذا عليك واحد سامع بي اضحك دائم ويقول مين لك هاي الكلاوات فهذه المشكلة اللي موجودة عندنا من واحد ياخذ له جنسية من فلان بلد او ذاك البلد ويصير امريكي اكثر من الامريكي والماني اكثر من الالماني وفرنسي اكثر من الفرنسي اللي هم نفس الشعوب هم الاصليين في هذي البلدان داي يقولولك احنا بلدنا فاسد قادتنا السياسيين فاسدين اه بنوقنا فاسدة اهل البلد اللي داي يقولك احنا كل امورنا بالبلد فساد في فساد ويطلعون ويفضحون وينشرون وبعدين يطلعون يقولك شنو السستان يدخل فلوس وينك ويتي شي طيب انا اصدقك ولا اصدق نفس الصحف البريطانية اللي قبل حوالي السنتين او السنة ونص نشرت وقالت بانه مجمع الخوئي فقط فقط مجمع الخوئي في بريطانيا يملك اربعة وخمسين مليار باون وكرر هذا الرقم اربعة وخمسين مليار باون داخل ارصدت هذا التجمع اللي يسموه quer Eddie او ما يسموه يعني بالمساعدات الخيرية او الهيئات الخيرية طيب انت لما تسمع بهذا الرقم المخيف اربعة وخمسين مليار باون في مؤسسة الخوي طيب هذه المؤسسة من جابت هذه الأموال من جنات أشياء الملالي مالتهم يشتغلون ولا خوي كان يضروا قزمة ولا ابن هذا اللي قتل مقتد الصدر في النجاح لما رجع من بريطانيا وهو كان صديق توني بلير فما شفنا أحد من هذول قال لك من جابوا هذه الأموال راكضين على لطيف يحية اش لابس اش دايسوق اش عنده ينصب على العالم شوفوا ما أدري شنو شوفوا ساعته شوفوا ما أعرف شنو هذه الأمور قامت مثل ما يقولون تعلمت عليها فلطيف يحية بعد منا وقالي ما يجي بطاري ولا حثالة من هذولا أبلش بالبرنامج اللي أنا أريد أقدمه بالموضوع اللي أريد أقدمه لا أذكر فلان ولا علان ولا هذول الزبالات كل هاللي قاعدين ما عدهم شغل وعمل غير حشة فلان مو بس آني يعني شوفوا حتى هذا أخونا وصديقنا وحبيبنا مازن علي الله يحفظ تحياتي إلي وتابعوا قناته هذا قناته كلش حلوانة يعني أتابعها بين فترة وفترة يعني قناة يحكيها بدم برد الدم بس بطريقة فكاهية يوصل الفكرة بكل بساطة رغم ألم اللي داخل قلب أخونا مازن فنعرفها العملية فمن يقول لك فلان وفلان بدأت شوفون حضراتكم أي شخص أي إنسان يحاول فضح هذه المراجعة ويحاول نشر الوعي بين الشباب العراقي يطلعوا للزبالات حتى اللي كانوا يبوقون قبل ضد فلان ضد فلان بقدرة قادر يتغيرون ويصيرون بالطرف الثاني أو يحاولون لمجرد تشويه سمعة فلان يقومون يضاربون به أو يعملون هاي عمليات الابتزاز والسب والغلط والعرض شفت حضراتكم دخلوا على كل الصفحات دخلوا على صفحات هنه في السعودية هنه في الإمارات قطر هنه في مصر في كل هذه الدول العربية تشوفون الكلام الحلو وحتى لو كان الشخص ما متفق مع صاحب القناة أو ما متفق مع طرح صاحب القناة يكون أداء وتعليقه بطريقة جدا مهذبة ويكون النقاش في الطريقة عملية ومهذبة وبيها دقة بيها أخلاق بيها تربية تعكس تربية هذه الشعوب ما أقول تربية العائلة تربية هذه الشعوب وكيف حتى عوائلهم ربتهم أحنا أدخل على القنوات أو الصفحات أو أي شيء اسمه عراقي ما راح تشوف يعني إلا أختك أمك عرضك شرفك غيرتك أنت فلاشي أنت حرامي أنت نصب هذا الكلام اللي تشوفوه اللي للأسف بعد 2003 اتضح بأنه تسعين بالمية من الشعب العراقي قال بيت فاسد بدون أخلاق بدون تربية وكأنه كان قاعد في قوقعة وهذه القوقعة فجرت وطلع وهذول اللي كانوا محصورين ومغطيهم بالتقية ومن كل الأطراف بدون أي استثناء بدون أي طرح لقومية أو حتى دين أو مذهب وحتى الملحد فالمصيبة هنا الناس اللي قاعد تدافع على بريطانيا وتقول بأنه بريطانيا بيها قوانين وبيها كذا وبيها كذا أقول لكم مسألة بسيطة وانتشرت حتى بالصحف قبل شهرين شرطي كان يخون زوجته مع منه مع ممرضة وزوجها شرطي أيضا أثناء هذا الحجز توعدوا في بارك وصار بياناتهم نقاش ووصل إلى الإصياح والأعياط قام هذا الشرطي خنق المرة وقتلها طيب تعرفون جريمة القتل في كل العالم بأنه عقوبتها شديدة وعقوبتها يعني توصل لسنوات كثيرة لأنه شرطي ولأنه عند أحد الوساطات في وزارة الهوم أوفيس والداخلية قلبوا القضية وسووها بأنه عند حالة نفسية وعند كذا تعرفون حضراتكم هنا أنا أكوها يعني تقدر تتحرع عن الشرطي أو كذا فأكو ناس اتحروا عن هذا الشرطي لقوه شرطي فاسد لقوه شرطي يلف قضايا ضد الناس ويتعد على الناس وكذا فهذه لازم تزيد الطين بله ودي يجيبه مختصر مفيد تم الحكم عليه بسبع سنوات فقط وجريمة مشابهة لهذه وهو كان بفاع عن النفس أدت بعدين للقتل انحكم 22 سنوات يعني هذا يعترف الشرط يعترف بأنه الجريمة حصلت بتعمد والتعمد من واحد يعترف بجريمة قتل متعمدة قانونا ياخذ أعلى حكم وهذا الشخص المشابه لهذه القضية اللي قتل دفاعا عن النفس وكان شهود بيها أخذ 22 سنة فهذا هو القضاء العادل في بريطانيا اللي قاعد يطبلون له واللي قاعد يزمرون له ويقول لك بريطانيا بلد الحربات وبلد القانون هذا الكلام المصيبة احنا اللي جايين من الشرق الأوسط لما كنا عايشين في بلداننا نتصور بأنه هذه الدول بيها فعلا قانين وبيها حقوق للإنسان وبيها بأنه تاخذ حقك وبيها الفري سبيج أو حرية التعبير وبيها كذا وبيها كذا أنا وصلت ومثل ما قلت وأكرر كلامي راح أدخل السنة 30 في هذه الغربة الملعونة أقسم برب العالمين والناس الإراقيين والعرب وكل هذول الناس اللي عايشين في أوروبا يجوز يسمعوني أو يشاهدوني لو تسأل عن الحقيقة هل فعلا أنت شفت قانون أو شفت حقوق إنسان 95% من أدهم لا شفت قانون ولا شفت حرية تعبير ولا شفت حرية كذا التشلب أحسن من أدنا وفعلا يعني التشلب أهواء أحسن من أدنا أما بالنسبة الذول اللي أخذوا جناسي وكذا فكثير من أدهم ساكتين خانسين ما لهم شغل لا بسياسة ولا أبد هذا لا يطوهم إياها ما لهم مشكلة يعني ما ما يدخلون بالسياسة وهذا أخذوها شخص مثل لطيف يحية أو غير لطيف يحية يطوه وائع علامات استفهام يقول لك هذا بعد ما صار مواطن أو ما أخذ الجنسية من أدنا وقاعد يطل أخياس هذا إذا أخذ الجنسية ما هذول يفكرون للمستقبل ما يفكرون مثلك وغيرك ها أخذ أقدر أسوي وغالبية هذول الحثالات اللي تشوفون مطشرين على صفحات التواصل الاجتماعي قبل ما يأخذون الجنسية وقبل ما هذي تلقوم خانسين لا صوت ولا صورة ولا توصبص بس يحط الجنسية بجيبه يطلع سير هو اللي دافع عن العراق وهو اللي كان يحارب ومقاوم وأنا وأنا والعراق والعراق وعراق وكل شي ما أكن من عنده لا شفناهم قد يوم سووا شي ولا أبد غير الفقاعات اللي على الصفحات والفنطة زمالتهم على موت كم دولار هنا أنا وهنا فمخلص الحد شي نريد نقول لكم هذي بريطانيا العظمى ما رح تبقى عظمى ليش ترفون أكو عنصرية داخل الشعب البريطاني هو نفسه هو نفسه نفسه يعني مو عوف الأجانب هو نفسه الأسواد والكده والأصول وعصول من صارت عملية بريكسيت يعني خروج بريطانيا من اتحاد الأوروبي قبل هذا العمل سكوتلندا طلبت استفتاء باستغلال سكوتلندا عن بريطانيا يعني يكونوا يصيرون دولة واحدهم فكانت النسبة كلش متقاربة فأجي بالنفي بعد بريكسيت واحنا ما صار ان حتى شهر من طلعنا من بريكسيت انا كشخص عايش في بريطانيا هنانا داشوف كل شي صعد اسواق فرغت واسعار البضايا قامت تصعد وكثير شغلات يعني كأنه صار حصار علينا مثل ما صار الحصار بالعراق ولو انا ما عيشت الحصار بالعراق فالمشكلة سكوتلندا هسه ده الطالب باستفداء ثاني لي الخروج من الاتحاء من سيطرة بريطانيا وهذا المرة السكوتلنديين راح ينجحون بالانفصال عنها يعني بريطانيا ما راح تكون المملكة المتحدة راح تكون جمهوريات وتفاليس ورب العالمين هذا يعرف شون ينتقم شفت بريطانيا احتلت العالم وقسمت الدول ولعبت خلقة بالدول كلها وعاشت على دماء الناس وبالتحديد العراقيين من 2003 لا ثوالحد يوم هذا قعد تنهب بأياديها المخفية والعلنية داخل العراق عن طريقة ذول الزبالات اللي حاملين الجنسية البريطانية الجنسين يحكمون العراق اندارت الدنيا وهسا بريطانيا راح تتقسم وهذا العملية راح تخلي بريطانيا من احقر الدول الاولا اوروبا بدت تستحقر اي شيء اسمه بريطانيا تستحقر اي دولة تتعامل مع بريطانيا وحتى الاتحاد الاوروبي بينه وبينه سيقول راح نسوي بريطانيا عبره لما نعتبر وهذه بريطانيا اللي سموها اه ام الديمقراطية ام الكذا شفته بداية الفيديو قلت لكم اربعمائة الف ملف لمجرمي بريطانيا اختفى من ورا الله العالم ليش صارت في هذا الوقت الله العالم ليش بهذا الوقت تحديدا تخرج ويختفي هذه الاربعمائة الف جريمة وطبع صابع وطيئ اي شنو اللي صار ما حد يعرفه وثاني شيء اسأل كمواطن اراقي بسيط من الشرق الوسط الرابي دولة مثل بريطانيا معقولة تحفظ ملفها في مكان واحد وذا امسح بعد بتقدر تستعيد بريطانيا بريطانيا في كل بريطانيا بانه راحت لا طبع صابع ولا مطلوب للدولة ولا مطلوب للعدالة في نهاية الفيديو تمنياتي وتحملون كل اراقي مساوعكم اللهم احفظ العراق واحفظ شعبه وكل محب للعراق وتمنياتي في يوم من الايام نعود الى بلدنا ونبنيه ونعمر مرة ثانية بزوتكم بزوت شبابنا الطيبين شوفكم على خير